ولمناقشة هذه التطورات المتعلقة بالنيجر ينضم إلينا من الكويت الأكاديمي والخبيل المتخصص في شؤون الإفريقية إدريس آياته من موسكو ينضم إلينا الكاتب والمحالة السياسية الروسي أندري مورتازين ومن باريس ينضم إلينا الكاتب السياسي جون بيار بان أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من السيد إدريس السيد إدريس صاحب أن الأعلام الروسية رفعت بعد هذا الانقلاف النيجر وصحب أن جاء الحديث قليلا عن بعض الارتباط بين روسيا وهذا الانقلاب الذي حدث في النيجر ولكن إلى أي حد يمكن القول بأن ما يجي في النيجر هو مرتبط بالصراع ما غربي روسي أو فرنسي روسي أم أنه في المقابل مجرد صراع نيجيري نيجيري داخل النظام التهيئة طيبة لك أستاذة وتهيئة خاصة لكناة العربية والعملين عليه نعم الحقيقة أن الجواب مزدوج للسؤالين كليا باعتبار أن ما يحدث في داخل النيجر هو أمر نيجيري نيجيري وصراع على النفوذ وتقاسم السلطة لكن الأحداث دائما يتم استغلالها عندما تكون هناك صراع بين قوة دولية في المنطقة وهذا بالضبط ما يحدث لكن لفهم ذلك لا بد بمعرفة ما يحدث في داخل النيجر وهذا الذي أعتقد هذا السؤال فرصة للإجابة عليها أولا هناك حزب قومي في جمهورية النيجر يدعي ينبب وزعيمه هو عبد الرحمن مرود وهو دائما كان يطالب بالتعاون مع روسيا بدلا من فرنسا وكان دائما يدعي إلى موادات فرنسا ويؤكد في جميع تصريحات وتغطيات العلامية على الماضي الاستمار الفرنسي وأنها قوة إمبريالية جديدة أنصار أموم هؤلاء الذين رفعوا العالم الروسي في المظاهرات الأخيرة والمسيرات الدائمة للإنكلابيين وهذه الفرصة وربما سنتحدث عن التنديدات والإحذير بعقوبات والقطع المساعدات كلها قد تدفع الأسكريين إلى الارتماع في أحدان روسيا وفاقنا الرئيس ببعيد وخاصة بعد تسريب بريغوزين يوريجين فما حدث هو صراء داخلين داخلين لكن هناك بواد وظروف مهية لاستغلالها من كبه القوة المنافسة لفرنسا والدول الغربية التي هي روسيا نعم نعم سيد جون بياغ فرنسا تنظر بريبة لما يحدث وهي ترفض كل هذا وتصفه صريحا أو بطريقة صريحة بالانقلاب العسكري كما تطالب بعودة الديمقراطية اليوم ماكرو ترأس هذا الاجتماع الدفاعي حول النيجر كيف يمكن أن تتدخل فرنسا لعادة الحالة السابقة التي تصفها بالديمقراطية في النيجر؟ سجن Pierre فرنسا لن تتدخل في شؤون الداخلية للنيجر فهي ستخسر الكثير جراء ذلك هي تأخذ علما بأن هناك محاولة محاولة انقلاب عسكري والحكومة تم انتخابها الديمقراطي وتم الإطاحة بها وهذا خبر سيء للغاية سواء كان ذلك بنسبة لفرنسا أو بنسبة لأوروبا وكذلك للشعب النيجيري الذي لن يربع شيء عندما يتولى العسكريون السلطة هذا يؤدي دائما إلى معاناة الشعب وهذا خبر غير صار بالنسبة لديمقراطية الافريقية ولكنه خبر صار للمنظمات المتترفة التي ستعمل للتوسع وهذا خبر صار أيضا بالنسبة لروسيا التي تتسعى لترضي فرنسا والدول الأوروبية من أفريقيا لخلافتها إذن هناك طبعا خبر صار لروسيا والجهادين أخبار سيئة بالنسبة لثلاثة أطراف أخرى سيد أندري هل بالفعل ما يرجى في النيجير هو جزء من الأخبار الجيدة أو الصارة لروسيا في البداية كان هناك نفي روسي لأي علاقة بما حدث في النيجير موسكو تقول لديها أي علم أو صلة بما جرى من انقلاب عسكري في النيجير ومع هذا بريغوجين قائد فاغنر أشاد بما حدثه قال أنه مواجهة للاستعمار مساء الخير على علم استيد بريغوجين كان يوم أمس موجود في سان بوتروس بورغ وليس في أفريق هذا أولا برأي شخصي ليس هناك أيدي روسي إطلاقا برأي هذا هو نزاع نيجيري داخلي وطبعا هنا يدروا الكلام ليس عن الحقوق الإنسان والحريات يدروا الكلام عن الاقتصاد ليس سرا أن نيجير هي دولة التي كانت نقطة الارتكاز الرئيسية بالنسبة لفرنسا في منطقة ساحل وربما كانت آخر قلعة السمود والتصدي للتقدم الروسي والصيني والتركي إلى هذه المنطقة طبعا لماذا تستفيد فرنسا من نيجير تستفيد من أورانيوم يعني 40% من احتياجات فرنسا من أورانيوم تلابى من توريدات الأورانيوم من نيجير لأن من نيجير هذا القطاع الكهرباء في فرنسا يعتمد على هذا الأورانيوم وهذا هو السبب تماسك فرنسا بنيجير وليس حقوق الإنسان وليس أي شيء آخر هذا هو براية وطبعا هناك تاريخ طويل لأن نيجير كانت مستعمرة فرنسية على عقود السنين وطبعا فرنسا لا تريد أن تفقد هذا المكان هذا شيء واضح وهناك القواعد العسكرية الفرنسية والقواعد العسكرية الأمريكية وطبعا هذا هو واضح قلق فرنسي وقلق أمريكي فيما يخص مشاركة واغنر لا أعتقد أن هناك أي صلة واغنر لهذا الإنقلاب لأن هناك النفوذ الفرنسي وليس النفوذ روسي حتى ليس هناك السفارة روسية في عصمة نيجير وليس هناك السفارة نيجير في عصمة في موسكو هذا هو السبب عندنا العلاقات الاقتصادية دعيفة جدا نعم هنا أنتغل سيد الدريس السيد أوندري ذكر بعض ملامح الوجود الفرنسية والمصالح الفرنسية داخل النيجر هو ذكر مسألة اليورانيوم وبالفعل هذه مسألة لا في تقتصاديا جدا وسيطرة الفرنسية على مناجم اليورانيوم في النيجر هناك كذلك الحضور العسكري 1500 عسكري بعد خروج الفرنسيين من مالي ونهاية برخان أو مهمة برخان كذلك قاعدة في نيامي العاصمة النيجرية وغيرها من التفاصيل العسكرية والاقتصادية الفرنسية في داخل النيجر هل بعد هذا الانقلاب فقدت فرنسا كل مصالحها في النيجر؟ نعم الحقيقة أن هناك مغالطة أو خطأ يكافيه العديدون أن ربط بين القول بأن محمد بازم وآخر حلفاء فرنسا في منطقة الساحل باعتبارها خسرت غينيا كوناكري وخسرت بركينا فاسو وقبل ذلك كلها خسرت جمهورية مالي لصالح روسيا فيقولون أنه آخر حليف وهذا أعتبر أنه تعبير صحي لكن صحي جزئيا باعتبار أن ارتباط مصالح فرنسا أو الحالف الفرنسي في منطقة الساحل ببازم هو خطأ الحقيقة أن النيجر النيجر هي آخر مصالح فرنسا أو معقل فرنسي في المنطقة فبسقوط بازم لا يجب تفسيره أنه سقطت مصالح فرنسا أو التراخت فحتى الآن لا توجد ولا مؤشر واحد أنه الانقلابيين وخاصة أنهم صرحوا بذلك الجنرال عبد الرحمن تاني ذكر ذلك بالحرف الواضح أنه مصالح خلفائنا وكذلك أيضا التعاون معهم ليس معردا أبدا للخطر نرجو نرجو المواصلة لهذا فالمناجم يورانوم التي تستغل فرنسا في منطقة أرليد لا تزال حتى يومنا هذا حتى هذه اللهذة الشركة الفرنسية تعمل فيها ريفا أضيف إلى ذلك أنه ليست فقط يورانوم البعض يعرفون أن مصالح الاقتصادية الفرنسية في النيجر منتجزة لليورانوم لكن هذا ليس فقط هناك أيضا مناجم الذهب وكذلك غيرها من المعادن الأخرى التي تتنشط فيها فرنسا وخاصة المؤخرة الذهب وصورة بالتونات يخرج من النيجر إلى باريس ماذا عن مكافحة الإرهاب بعيدا عن شق الاقتصادي أو العسكرية البحث مكافحة الإرهاب يعتمد كذلك على النيجر بعد خروج الفرنسيين من مالي وفقدانه لبوركينافاسو إفريقا الوسطى يعتمدون على النيجر في مسألة مكافحة الإرهاب القاعدة تحديدا في دول السحل الإفريقي يعتمدون كذلك على النيجر في مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية في القارة الإفريقية لذلك أنا أرى أن الحديدات الغربية وخاصة الفرنسية بعيطا مهلة للإنكلابيين قد يؤدي إلى نتائج عقسية لسببين السبب الأول أن صحي النيجر بهاج إلى المساعدات الأوروبية وخاصة الفرنسية التي تحدو على هدود مئة مليون يورو والمساعدات الأوروبية كلها التي تدعم فرنسا دائما يعطاها للنيجر قرابة خمسمائة مليون إلى ثلاثم مرة كان ثلاثمائة مليون يورو النيجر بهاج إلى صحي لمحاربة خاصة القائدة في الصهراء الكبرى وكذلك داعش في منطقة الحدود الثلاثية بين بركين فاسو والنيجر ومالي لكن فرنسا بهاج إلى جمهورية النيجر بإتبار قواعدها الموجودة هناك فكثرت الضغط للهكومة الإنكلابية تؤدي إلى نتائج أقسية وعذا ليس في مسؤولات فرنسا حتى للبود الأمني والإستراتيجي بإتبار أنه من مصالح فرنسا أن تبقى هذه القواعد موجودة وخاصة قاعدتها الجوية الموجودة في منطقة مادام لأن الخطر الحقيقي ليس فقط من مالي لكن من الحدود النيجرية الليبية أيضا الكثيرون ينسون أن خطر داعش جاءت من هناك أكثر مما خطر القاعدة الموجودة في جمهورة المالي الدولة المجاورة نعم هنا أنتقل سيد جون بياغ إذن مثل ما يقول السيد إدريس محمد بازوم ليس الحليف الوحيد لفرنسا في النيجر حتى محمد يوسف والرئيس السابق الذي يعتقد بأنه رئيس الفعلي الحالي وكذلك هو من خطط لهذا الانقلاب بالإضافة إلى قائد الحرس أو قائد الانقلاب تشياني كذلك هم حلفاء لفرنسا إذن لماذا فرنسا تنزعج من هذا الانقلاب لهذا الحد صحيح أن الرئيس السابق قد بدأ تعاونا مع فرنسا بشكل معمق أكثر من أسلافه فمنذ رئاساته بدأت العلاقات تصبح أكثر صلابة بين فرنسا ونيجر القلق الفرنسي يعود لأن الانقسامات العميقة داخل نيجر تشجع أعداء نيجر مثل المنظمة الارهابية وشرتم إلى الداعش والقاعدة وغيرهما كل هذا سيزيد من هشاشة نيجر وهي من أفقر بلدان أفريقيا وهو يعيش من صادرات اليورانيوم والمساعدات الدولية من فرنسا أوروبا والولايات المتحدة إذن هذا خبر سيء بالنسبة لهذا البلد وفرنسا لا يمكن لها أن تقبل أن نظام ديمقراطي وأن رئيس انتقب ديمقراطي يتم الإطاحة به دون الرد أن ذلك سيشجع جميع محاولات الانقلابات في القارة الأفريقية حتى وإن ليست فرنسا موجودة من أجل حقوق الإنسان فقط وإنما الاستفادة من اليورانيوم ومكافحة الإرهاب والهجرة غير نظامية ففرنسا يهمها أيضا استقرار هذا البلد واستمرار النظام الديمقراطي لكن السبيل الذي نسلكه هو معاكس تماما لذلك ولكن سيد جون بيا عودي لك مرة أخرى سيد إدنس يقول بأن هو الضغط الكثير على قادة الانقلاب الآن ربما يؤدي إلى عدم تعاونهم في ملفات كثيرة بينها مكافحة الإرهاب وبهذا بالفعل تفقد فرنسا هذا الحليف الأخير في السحل الأفريقي لا ليس في القارة الأفريقية لدى فرنسا تواجد عسكري أوسع في كود ديفوار وكذلك في سينيغال إضافة إلى تواجد العسكري في جيبوتي حيث توجد قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة نعم في منطقة الساحل ستفقد فرنسا حليفها الأساسي ولكن ليس أكيد أن الجيش النيجيري سيكون قادر مفرده للتصدي للمنظامات الإرهابية هل سيعول نظام جديد إذا ثبت أركانه إلى المجموعة فاغن وتعلمين أن هناك في جمهورية أفريقيا الوسطى سيطرة روسية تامة سنرى ما سيحدث ربما في الأسبوع المقبل ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا الانقلاب العسكري وقع تعشية اللقاء في سينت بيترسبورغ لتسعة واربعين أو قادة تسعة واربعين بلد أفريقين مع الرئيس الروسي تلاحظين أن هناك تناسق يجعل الإنسان يفكر بأن هناك دور روسي في هذا الانقلاب العسكري حتى وإن لم تكن روسيا هي اللعب الأساسي اللي طاح برئيس نيجيري نعم سيد أندري سيد جون فياغ يصر على فكرة اعتقادة بأن تم تربط بين الخطوات الروسية وبين خطوات الانقلابيين أو الانقلاب العسكري في فيان نيجر هل هناك مبالغة حينما يجل الحديث غربيا عن وجود روسي أو دور روسي في قرات افريقيا هناك مبالغة في مشاركة روسيا في الإطاحة بنظام الحالي في نيجر و إسقاط رئيس محبب بازوم أعتقد روسيا لم تشارك ولكن ليس هناك المبالغة أن روسيا تحاول أن تحول المحل فرنسا أو تستعيد نفوذها في القارة الافريقية مثل ما كان نفوذ الاتحاد السوفيتي في ستنات وسبعينات وحتى في بداية الثمانينات نعم روسيا تسعى إلى ذلك ولكن القوات واغنر بالفعل هي موجودة في مالي وفي بوركينا فاسو ولكن هذه القوات كانت جاءت إلى هذه الدول بدعوة من حكومات هذه الدول هي ليست قوات الاحتلال القوات هم الخبراء العسكريون الذين ينفذون مهام الأمن والدفاع عن المناجم و المؤسسسات الدولة هم يدربون الجيش الجيوش هذه الدول والقوات الخاصة والقوات الأمن لهذه الدول هم الخبراء مدعوين ليس القوات الاختفلال ويعملون لصالح روسيا ولصالح هذه الحكومات ويعملون بدعوة من هذه الحكومات هذا شيء مهم طبعا روسيا تحاول أن تستعيد نفوذها ولكن لا تستعيد إسقاط الأنظمة هذا لا فائدة حتى في نجر ليس هناك نفوذ روسي إطلاقا يعني النخبة السياسية في نجر هم كانوا ربوا وتعلموا في فرنسا والعطاقة أن هناك صلاة الوثيقة مع روسيا طبعا هناك حدور روسيا حتى حدور واخدر في المالي أو في بوركينا فاسو أو في جمهورية أفريق الوسط لم تصيبوا بشكل كارسي على المصال فرنسا هذه الدول تتعامل مع فرنسا والعواصر الاقتصادية والتعاون الاقتصادي القوات واخنر لا تهدد لهذا التعاون ولكن هذه الدول تستفيد من خبرة واخنر شكرا جزيلا لكم جميعا من موسكو كنت معنا الكاتب والمحل السياسي روسي أندري مرتازين ومن باريس كان معنا الكاتب السياسي جون بير غان ومن الكويت الأكاديمي والخبير المتخصص في شؤون الإفريقية إدريس آيات